تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر رسمية وتمكنت أجهزة الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 715 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغة 220 طن وفي مجال حجب السلعي الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 30 طن وفي مجال الحجب والبيع بأزيدة من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تم ضبط 163 طن وفي مجال البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 13 طن وفي مجال البيع بأزيدة من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 13 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 452 قضية من بينها 167 قضية خبز ناقص الوزن و126 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التامونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 13 قضية بمضبوطات بلغت 249 طن اشتركوا في القناة